خش علي بالماية الكاميرا كده نتكلم بقى جد شو هيا رح طلع مهضومين رح نطلع ع طبيعتنا دي صعبة يا ويدي احنا كل ده طبعا هنكتف الأدت لا يا مصطفى انا عين من ان انا عمل طبعا احنا بنكتف لا مش هنعمل كات عايف تكتب ترنزيشن اللي هو بيقعد يزوء يبقيله كده وبيقلع التي شيرت وبيقل بسيل تي شيرت ما تجيني انت بعشر داعي بتطلعلي شي بتقلي عنه حلو كمال مصطفى انا ما بعمل ادت والله العظيم يوم هارزرح احنا على الهوى احنا على الهوى مصطفى هندخن ولا هندخن يلا دخن سيجارة واحدة هيدا مش دخان او دخان عم النفخ عم النفخ عم النفخ هيدا منيها اللي عملوها هيدا جديدة هيدا بينك ريحونا منه ريحونا من السيجارة بس انت اول واحد قلتلي عليها انت اول واحد قلتلي عليها انا والله فاكر سمان سنين لا بس سنين انت اللي نصحتني بها نصحتك توقف يا مصطفى ماوقفت خالص طيب شو بلشنا نحنا بلشنا رولنج ايه على السريع مش هنشرب الاول مصطفى صلاح خبرني عنك انت فيديو ادتر وانتقلت من الفيديو ادت بعدك الفيديو ادتر بس بلشت تعمل يوتيوب واليوتيوب بلشت فيه بطريقة ممتعة وشي حلو انه الكونتين تبعك متوجه للجمهور العربي اللي متعطش لهالانواع من الفيديو اللي هي انترتايمنت بس بنفس الوقت تعليمية وبتعطي معلومات كتير وتكنيكال يعني احنا في كتير عنا معلومات عامة واحد بيقدر يلاقيها على اليوتيوب بس الاشياء التكنيكال عطول من نلاقيها نحنا بالانجليزي او اذا ما نعرف اشياء على الكاميرا اشياء عن عن الصوفتورز عن الفيديو ادت او الاخراج طبعا منلاقي بس مش بالكمية اللي بتلاقيها بالانجليزي فكيف طلعت معك الفكرة وامتى بلشت فكرة مشتوريال دي جت في دماغي من سنين قعت كتير جدا متردد فان انا عملها كان عندي تخوف كتير جدا ان انا قابل الكاميرا وان انا اتكلم مع الكاميرا دائما اتكلم صوتك رائع عم بسمع على شو مصطفى انت بتعمل وكما طبعا بعمل وفيس اوفر فطبعا قعد فترة طويلة جدا عن ما يلقى فكر انا امتى هبتدي امتى هفتح الكاميرا ووقابل الجمهور واكتر حيك كنت متخاف منها جدا الناس انت دائما بتبقى خايف من الناس خايف ان انت لما تحط فيديو يطر الفيديباك بتاع الناس هيكون ايه خايف من صاحبك يترايق عليك وخايف من اللي بيشتغل معك وخايف من حاجاتك كتيرة جدا بس اول ما ببوست اول فيديو بتلاقي ان كل التخاوفات اللي موجودة عندك دي هي موجودة بس في دماغك مش موجودة في دماغك اي حد تاني فبدأت ان انا اعمل مش توتوريال تقريبا بقالي سنة ونص تقريبا لحد دلوقتي عملت اكتر من حوالي 81 حلقة دخلت تريند موريتين لقيت اقبال من الناس انا اتخضيت جدا اتخضيت لان انا ما كنتش عارف الناس هتفهم concept مش توتوريال انا عايز اعمل حاجة اعلم بيها بس في نفس الوقت ما بقاش بعلم يعني ما بقاش اكاديمي او ده اقول لك بقى ايه امشي من هنا ل هنا او روح اعمل كده او روح اعمل كده مش عايز ادخل في concept ده اكتر قد ما احنا نتكلم في concept الافكار مخرج بيفكر ازاي مصور كبير زيك زيك حكمة مثلا بيفكر ازاي بيلون ازاي دي الحتة اللي انا دخلت فيها او دي الحتة اللي انا حسيت ان انا ممكن اتكلم فيها وممكن اقدم فيها content فعشان كده طلعت content اسمه مش توتوريال عشان وفعنا مش توتوريال بس بدي ارجع لنقطة بس انه الخوف والتخوف والنحنا اي مشروع جديد او عنا مثلا حلم معين من اللي نعمله او وظيفة او او حتى يعني خصوصا لما بدك تطلع اونلاين لما تطلع انت بتفرجي حالك وبدك تعبر عن حالك هاي دي الخوف عطول موجود عنا كلمة يعني بتلاقي وشغلي انه هلأ بالسوشال ميديا مضطرين احنا او بتحس اللي حابب يعبر عن حاله او يفرجي content طبعه مرات مضطر انه يفرجي نفسه كشخص يعني مش بس اعماله والاشياء اللي بيعملها كفنان يعني اذا كان رسم او شيء العالم هلأ دي relate او يعني لازم يشوفه الشخص اللي عمل content الشخص اللي طلع هالفن هالart هيدا يعني مين behind the camera مين behind the video مين المخرج هو نفسه فالعالم دي relate so much relate يعني بالعربي تساعدني شو انه يعني لازم يشوفه المنشأ من وين طلع وساعته بيتفاعلوا معه اكتر بس كان تخوف متل ما كان تخوف عندي انا لما بلشت البودكاست كان نفس الخوف انه نحنا منخاف منتقد من الاصحاب وهل رح طلع مهضمين رح نطلع ع طبيعتنا وهي بدايتها كتير صعبة بزبط لانه انت بتكون فعلا مش ع طبيعتك بس بعد فترة معينة بتلاقي حلقة طبيعتك انت لقيت نجاح كتير ع اليوتيوب سوري انا كمان مبايدي مش صايدة نقاتي نجاح بتعود انه للافكار اللي انت عملتها ولا بتحسات انه لانه الجمهور عنده تعطش له هاي المواد اللي انت عم تعرضها اه حلو السؤال ده اه لا ده احنا نشرب له بقى مية السؤال صعب جدا لان صعبة الاجابة صعبة اقول فعلا هل نجاح مش تتوريال في الفترة القصيرة اللي حصلت دي انه هو متوقف على المادة اللي انا بقدمها ولا متوقف على تعطش الجمهور للحتة دي بس اعتقد ان فعلا ممكن يكون تعطش الجمهور ممكن يكون انا دخلت في حتة الناس عايزة تعرفها ممكن يكون الناس زائد من الكلام التكنيكل الاكاديمي عايزة طب بص انا دلوقتي بعرف اعمل ادتنج كويس قوي وبعرف اعمل لايتنج ستتوب كويس قوي بعرف صور وفاهم الكاميرا ستتنجز وفاهم انافز ازاي او اجيب فكرة منين فلما بيدخل حد بيخاطبهم فكريا في افكار اعتقد ان ده ممكن يكون سبب شوية لاكتلاف مش توتوريال فممكن يكون ده السبب في النجاح هو هقول ان سبب في النجاح هو تعطش الجمهور للحتة دي بيتهيق لي بس كمير نفس الوقت نوعية الكونتنت اختلفت صار التعليم فيها مش اكاديمي بطريقة تقليدية يعني بتلاقي انه هلأ ممكن وانت نزلت انت حكيت عن هذه المواضيع انه كيف انت تصنع مادة من موبايل او تعمل فيلم بس من حواضر البيت فكمان انواع الكونتنت تغيرت والجيل الجديد صار عم يتجه ليعلم حاله عن طريق اليوتيوب فهذه المواد وخصوصا مثل ما قلت قبل بعربي ناقصة كتير فانت فت فيها وانت كمان مخضر يعني نجيل شوي اللي قبل الموبايل واللي تعلم على الصفتور اللي هن صعبين فانت هلأ لما بتعرض للجمهور عم تعرض له الطريقة الاكاديمية التقليدية ولا عم بتنوع بطريقة التعليم انا عندي مدرسة المدرسة بتاعت دي ان انا حقيقي ما بحبش طريقة الاكاديمية خلص خلص عمري في حياتي محبتها حتى لما كنت بدخل زمان محضرات او ووكشوب او حاجة واحس ان الانستركتور بتاعات بيكلمني بافصل منه بحس ان فيه ميس كوميونيكيشن انا بحب الكرياتيفتي في الطريقة الي انت بتعلم بيها احب ان انت تكون كرياتيف احب ان انت لما تديني مثال اديني مثال من حاجة حقيقية ملموسة ما تدينيش كلام انا مش هستخدمه في حاجة او انا مش هستفيد منه فبالتالي بحس ان الجمهور هو كمان عامل زي الجمهور نفسه عايز هو الوضع متطور جدا معي الوضع زي ما انت قلت انا زمان كنا نقعد ممكن نعمل مثلا ادتنج الاعلان او ادتنج الموفي او حاجة انت ممكن تقعد على السوفتوير تقعد ايام علشان تعمل بس افكت معين دلوقتي هو بابا الموبايل بتعمل بزرة كابسة مش اكتر ولا اقل فبالتالي انت كمان لازم تكون متطور مع الجيل اللي انت بتتكلم عليه فبالتالي التعليم الاكاديمي انا بحاول ان انا تجنبه تماما في الكونتنت لان بحاول ان انا اهرب منه تماما في الكونتنت لان بحس ان ما بقاش فيه حد مشتقلي او الجيل الجديد اللي طالع ده على فكرة وتكلمنا انا وانت كتير في الموضوع ده الجيل الجديد اللي طالع ده جيل مرهب حكمت جيل جيل يخدك جيل بيمسك الموبايل بيعمل بيه حاجات فنيا صعبة جدا 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 وتكلمت على اعلانات كتيرة قوي حصلت من جيل جديد ومخرجين جديد لما تيجي تتفرج عليهم تلاقي ان فنان حقيقي بس ما معهوش الامكانيات ما معهوش الهاي باتجت او ما معهوش الاكومنت اللي تساعده بس هو عنده فن حقيقي موجود في الموضوع الستريت ارت اللي موجود اللي ظهر فجأة ظهر في لبنان ظهر في مصر ظهر في الجزائر ظهر في المغرب اتفرج علي الناس بتنزل تعمل ايه بالموبايل بتصور ازاي بالموبايل بتفكر ازاي ممكن يدخل يعمل لك زين كامل متكامل بالموبايل كل الحاجات دي او كل التفاصيل دي بتقولك ان في جيل طالع هو رافض التعليم الاكاديمي لان كل اللي استمد منه هو ديجيتل هو جاب معلوماتي دي كلها من اليوتيوب هو جاب معلوماتي دي كلها من اونلاين كورس في مكان ما بس هو ما دخلش مثلا اكاديمي شو هنده؟ احنا من كت لا مش هنعمل كت لا انسى احنا يا بس انا اللي هيجة ما انتش بيدي لا ممنوع احنا ما عنا كت او بس اصدي ان انا اطلق بطر دلوقتي انتش مكفل الا الى الكمترين كمان هادي النوع من المحتوى الجيل الجديد يطلع فيه كمان عم بيأثر على الشركات وعلى الاعلانات الكبيرة يعني بيجيك شركة اعلانات مثلا لمايك او لفاشن بيقول لك أنا بدي هيدا الترانزيشن اللي عاملوا ولد على التيك توك على التيك توك بيقول لك أنا بدي إيه لأنه هيدا عم يتفاعل معه الجمهور أكتر بزبط فحتى مش إنه كمان هني عم بيعملوا أشياء جديدة عم بيأثروا على الكونتنت التراديشنال الكونتنت اللي كنا نشوفه نحن بس بالإعلانات التلفزيون صحيح أو بس بالأفلام ما بعرف قد السينما تأثرت بالموضوع ما بعتقد لدرجة الإعلانات بعدها مشوية محافظة لأنه بتاخد وقت أكثر بزبط والأكوابمنتز كمان مختلفة ما قلبوا السينما بصير ستوري بس أنت معك خبر هلأ إنستجرام عمل تحديث جديد للسوفتوير وهلأ صار الإنستجرام فول ستوري يعني البوست اللي أنت هلأ بتنزله على الإنستجرام كان أبل فور باي فايف أو سكوير أو مربع هلأ في بعض البلاد بلشت بيينهم بعد ما بيينت عنا بس عملوا دي أنونست صار هلأ الفيديو أو الفوتو رح ينزل 9x16 يعني بالطول كامل مغطي الموضوع يعني تقريبا مثل التيك توك أوكي فكمان عم بيصير عم بالنهاية نحن بنقول إنستجرام هو مش بالنسبة لأيلي كمان هو منصة professional منصة إعلانات فعم بيتأثر فيها الشركات كمان إنه هلأ بدوا يعيدوا النظرة بالكونتين تابعاهم إنه هلأ التصوير كله رح يكون بالطول مثلا أول مرة أعرف معلومة دي هاي جديدي يعني جديدي ونزلت بكذا بلد وحتبين خلال أسابيع نحن تبين بالدول العربية أكتر أنا فاكر مرة كنت بتكلم معاك 2016 أو 2017 وكنا بنتكلم في فكرة أول تقريبا ما الستوريز بدأت تبوم قوي على الإنستجرام لما كنت بتقولي بص يا مصطفى زمان كنا بنعمل الفيديو عامل إزاي بصد دلوقتي الكلينت بيجيلك هو عايز آخر يعني آخر هم وكل التكنيكاليتيز اللي انت هتمشي فيها هو عايز بس في الآخر يأخذ الفيديو قد كده سكوير فاكر الديالوج دا اللي حصل التطور اللي موجود في الديجيتل دلوقتي بيحط الصناعة أصلا في خانة ان انت لازم تكون أبجريدد علشان تفولو الأرت والكرياتيفتي مع الماركت يعني لو انت بتتكلم مع أرتست دلوقتي هو مش فاهم انستجرام أو مش فاهم يوتيوب أو مش فاهم ايه البرسبكتف بتاع الكلاينت أو الجينريشن بيتجاه فقنا يتجاه هتحس ان هو قديم هتحس ان هو أولدو سكول معينه ممكن يكون شاطر جدا ممكن يكون يعني وحش بمعنى كلمة وحش بس لما يكون مش أبجريدد في الحاجات دي تحس ان في حاجة غلط استنادا على ده نزل أعلان من فترة لشركة ما في مصر الإعلان ده كسر الدنيا معنى كلمة كسر الدنيا الموبايل تمام فالمخرج بتاعه المخرج العبقري احمد حسين الاعلان ده اتصور كله بالموبايل يعني هم أصروا بما ان هو اعلان لموبايل ان هو يتصور بالموبايل وينزل تيفي موبايل وكل الترانزيشنز اللي اتعمل التين مستمدة من تك توك ترانزيشنز عارف تك توك ترانزيشنز اللي هو بيقعد يزوء بيد وكده وبيقلع التيشرت وبيقلع بسي التيشرت الاعلان ده نجح وخات جواز كتيرة جدا خات جواز في الإدتينج وخات جواز في الكرياتيفتي وخات جواز في حاجات كتيرة قوي مش متذكر الجواز بزبط بستخيل الاعلان ده كله completely اتعمل بالموبايل لو احمد حسين مش مخرج upgraded ومش مخرج شاطر ومش مخرج بيفكر وبيدور على اللي حواليه كويس وبيسرش وبيزاكر كتير جدا ما كانش هعرف يعمل الاعلان ده حقيقي ما كانش هعرف يعمل الاعلان ده هو يعني عنده open minded نسميه عنه شوية كمان يعني مستعد يتنازل وهذا موضوع بدي احكي عنه مستعد يتنازل عن الايجو طبعه لانه في ايجو معين موجود بالاندستري اللي هو لأ نحنا حنكون على الكاميرات ال high end الاخراج من نزيد البودجت من أنا دراستي هيك في ايجو معين الواحد بيحافظ عليه او بيتمسك فيه وخصوصا الايجو بيجي كمان من قصة كمان comfort zone يعني انت عارف النقطة اللي انت مرتاح فيها comfort zone يعني انا اللي تعودت عليه فترة 20 سنة 30 سنة هيك دراستي هيك خبرتي هيك صار لي انا 20 سنة بصور بها الطريقة صار لي 20 سنة بعمل ادت بهيدا الاسلوم الشركات كمان نفس الشي انا اتقنت هالمهنة هاي فما تجيني انت بعشر دقايق بتطلع لي شي بتقلي عنه حلو كمان هيدا الشي بيعمل ردة فعل عند الكل بطريقة واكيد مرت فيها انا يعني هلأ واي شخص بيمر فيها انه انت جاي تلغي كارير كامل لما انت بتجي بتقلي انا قادر طلعلك صورة حلوة او قصة حلوة او ترانزيشن بمعنى ادت حلو بخمس دقايق مثلا او بعشر دقايق او ببودجت موبايل الف دولار وخالصين وقادرين نعمل كونتن فيه فريكشن يعني هيكون اللي هو انه لا لا انا هيدا الموضوع ما بدي يصير يعني يريد فينا نرجع لورا وهيدا احساس عند كتير من الاشخاص لانه عم يخسر كارير عم يخسر مهنة اتعلمها صار له عمر بيتقنها وانشهر فيها فالرفض بيجي انه انا ما بدي اخسر انا مش رح اقدر مش رح اقدر جاري الجيل الجديد اللي هو اشطر مني اللي انا مخرج او انا مصور صار لي معروف بهيدا التصوير مش تعد اتنازل عنه بهاي الطريقة فتلاقي حتى الماركت كله حتى شركات الاعلانات كمان يعني بشو بنفسوك شركات الاعلانات بنفسوك انه عندهم بودجت اكتر وقدرين يجمعوا عالم يعملوا محتوى انت مش قادر تعمله فلما تجي انت كشخص جديد عم بتطلع كونتنت حلو بنافس وارخص فهن اي شخص بخاف حاله بس هيدا الموضوع كان قبل ما يعني يقدروا كشركات او كصناع محتوى كانوا قادرين يعني يحافظوا على هيدا الشيء بس هلا ما خلص يعني الموضوع فلت من ايدهم ليش لانه صار اللي عم يعمل كونتنت او محتوى عنده عنده الكاميرا وعنده التلفزيون تابعه اللي هو المنصة اللي كانت سوشال ميديا او تيك توك عنده المنصة يعبر عن حالوس وعنده عنده كل المواد قبل كنت انت تحصره انه اذا هاي المادي يعني ما بتوافي شروط معينة مش رح تطلع عندي على التلفزيون صحيح لانه كنت عامل حصري بالبث صحيح او بالمجلة مثلا بلادي عالم مفتوح بالضبط فانا عندي كونتنت شو ما كان وبنفس الوقت الجمهور اللي هو كبر يعني اللي هو الجمهور اللي كان عمره خمس سنين وعشر سنين وهالجمهور اللي كان نحن نشوفه انه هولا الولاد الصغار هايد اصلا التيك توك انت عارف تيك توك كان اسمه ميوزك لي مابعرفة صحيح فكان الولاد صغار يعني انا ابني اجي قال لي بابا عندك ميوزك لي قلت له شو هدا ميوزك لي قلت له مابتعرف ميوزك لي قلت له للا ما توخصني والله يا ابني مش عارفين حبيبي قلت له هلأ بنزلها ونزلتها وانا بلحق يعني بلحق الاطفال بلحق شو بيقولوا لأنه بالنهية هو للأطفال بعد عشر سنين هن الجيل الجديد اللي عم يصنع الـ content هيدا المحتوى فمن غير سؤال راح السؤال راح السؤال اللي بدي أسألك يا مصطفى أنه كمان أنت حتى ما نكون الموضوع اللي بناك تنطلع بالبودكاست وانا نعمله كتير تقنى بالضبط فأنت اخترت المادة اللي عم تحطها على اليوتيوب وعم تلاقي نجاحة كتير كمان مانا تقنية بس عم تختار إعلانات انترناشنل عم تختار عم تنقي أفلام مقاطع من أفلام والعالم عم بتقول مثلا واو هيدا كتير حلو كيف نعملي وحتى عم تختار أشياء ترانزيشن يمكن من اليوتيوب أو من من التيك توك نفسه عم بتقول يا جماعة هيدا حتى حطرت لك شي انه كان في لعبة الرياضة أو اللي بتشك بالمصبح تنزل بقلب الكبات القهوة أو عم تشرحها وهالأمور هيدا فكمان خبرني على اختيارك للقناة كيف بتموا على أساس التراندينج ولا على أساس انه هيدا الشيء ممكن يساعدون عمليا بالشغل أوكي في الحتة دي انا هتكلم شو هي كده ايه حلوين حاول ان انا ارتب افكوري المشكلة تعالى كده نبتدي من الاول احنا كفال مايكرز لما بنيجي نقرر ان احنا نعمل كونتون بيبقى كل الموضوع بالنسبالك انت عندك الكاميرا بتاعتك وكده كده انت جامد في الاداتينج وكده كده انت كويس في الاضاءة وماشي حالك فان انت تعمل حلقة مش موضوع بس اول ما بتتدي في اول حلقة بتفتح باب على نفسك انا رايح فين يا جماعة انا بعمل انا مش عادي في عامل ايه تلاقي ان فعلا الموضوع بقى صعب جدا 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 كونتون كرياشن يعني فعلا حاجة من اصعب الحاجات اللي انا بعملها في حياتي فكرة الحلقة اللي جاية او هقول ايه او هفتح الكاميرا اتكلم ازاي فدي حاجة بتاخد مني وقت طويل جدا ومجود كبير جدا تسعين في المية من الحلقات اللي انا بعملها على اليوتيوب والله العظيم انا بفتح الكاميرا وبقول ولا ببقى محضر اصلا ببقى بس جايب وراه وقلم وحاطت مين بوينتس للحاجات اللي انا عايز اتكلم عنها في الحلقة دي او الحاجات اللي انا عايز المها في الحلقة دي اختيار التوبكس بالنسبة لي بيكون متوقف على حاجتين انا بحب لما اتكلم على حاجة تبقى الحاجة دي معروفة يعني مثلا احب ان انا اقول لك ايه اتفرجت على فيلم جاد فادر فتقول لي اه اقول لك اه بص تكنيك الاضاءة فيك انه بيستخدوهم مش عارف ايه باترفلاي عشان يعمل الاي بتاعه وعمل ازاي في طلعه بشكل شرير فيطلع فيطلع انما لو قلت لك اتفرجت على فيلم اكس واي زي وانت ما اتفرجتش عليه انا ما بقتش عارف اشرح طب ما انا عايز اديك المثال هديك المثال ازاي فبالتالي اختيار مواضيعي بحاول اكون اجيب حاجات مشهورة قد مقدر علشان المشاهد يريليت معي يبقى فاهم انا بتكلم عليه يفتكر انا بتكلم عليه لان هو لما يتفرج على العمل كله ويحبه وبعد كده يلاقي حد بيحل العمل ده او بيتكلم عنه وبيقول له دي اتعملت ازاي ودي اتعملت ازاي ودي فكر بيها ازاي هيصدق معي الموضوع اكتر وهيحس بالحلقة اكتر وهيفهم اكتر مش بعيد يوقفني وبعد كده يروح يتفرج على الحاجة دي ويرجع تاني يكمل ويفضل عاش معي الحلقة بتاعتي ممكن تكون مدتها 10 دقيقة ممكن يوعد ساعة بيتفرج عليها بس عمال يوقف ويروح اه تصدق فعلا في الترانزيشن ده وعمل كده ايه ده اه يرجع فبناء على اختيار الحلقة او اختيار الطبك بالنسبة لي بيكون دارج من حاجة جناريك جدا او حاجة معروفة جدا بالنسبة للناس وبحاول ان انا اتكلم عليها وطلع منها حاجة جديدة وفيه في اوقات كتيرة جدا انا باستمد افكاري من الكمانس ودي حاجة مهمة جدا حابب ان انا اقولها خش عليها بالماية الكاميرا كده نتكلم بقى جد شوية انا حابب اخطب من المنصة دي لكل الناس دي حاجة مهمة جدا انا حابب اقولها مهم جدا ان انت تبني مع اللي بيتفرج عليك مهم جدا ان هو يحس ان انت كمان زي ما هو منتامي ليك انت كمان منتامي ليه اسمع منه وقرأ الكومنت بتاعه وتابعه ونقشه في الكومنت اتكلم معاه ورد عليه مش مجرد ان هو حد بيدخل يكتب لك كومنت وتسيبه خلاص وتمشي لا هو خد من وقته شوية انت كمان خده لنقتك شوية ورد عليه اتناقش معاه لما يجيه يدخل يقول لك ايه والله انا عجبتني جدا جدا الحلقة دي لما تقوله شكرا كلمة شكرا اللي انت بتقول هالو دي بتفرق معاه كتير قوي بيعتبر نفسه انه هو انت ايه دا انت حقيقي انت موجود معي انت تقدر ترد علي انت تقدر تتبعين فدي بلدنج ريليشنشيب مهمة جدا 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 فمعظم افكار برضو او جزء من الاجزاء اللي انا باخد منها الحلقات بتاعتي هو كومنتات الناس نفسها مصطفى احنا عايزينك تتكلم عن حلقة مثلا احنا بقول اي بدي اي مثال مصطفى عايزين نتكلم على اعلان بيبسي الاخير مش عارف اللي نزل بيعمل ايه مصطفى عايزينك تتكلم على اونية كذا فحتى انا بتابع بلاحظ دا كويس عملت الحركة دي تقريبا في عشر حلقات تقريبا ان الشخص اللي بيكتب لي الكومنت دا او اللي كان بيقول لي مصطفى انا نفسي ان انت تعمل ريفيو مثلا عن كولد بلاي حلقة كولد بلاي تحديدا انا افتكرت دلوقتي حلقة كولد بلاي دي اوب ان اوب تعارف انا من زمان ادي الكلاب دا مهمة بالنسبة لي جدا فعملت عنه ريفيو قبل ما اعمل ريفيو دا كان واحد في الكومنت قال لي انا نفسي انت دايما بتتكلم في حلقتك عن كولد بلاي ابل اوب ان اوب بس ما اعملتش حلقة كاملة عنه ممكن تعمل حلقة كاملة عنه فعملت حلقة كاملة عنه اتفرق على الكومنت هتلاقيه هو بيشكرني ودخل على الانستجرام قاعد يشكرني جدا قدي ان انا احترمت رغبته وعملت له حلقة فبالدينج ريليشنشيب وذيور فولور يعني انا بالنسبة لي اهم بكتير جدا 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 من ان انا يكون عندي 550 الف فولور او مليون فولور او 2 مليون او 3 الريليشنشيب الرياليتي بتاعتهم عاملة زي فده كلها حاجات من الحاجات اللي بتلهمني جدا في الكونتنت بتاعي وان انا زي اجيب حلقة وان انا زي اجيب فكرة حلقة واتكلم على اني توبك او اني توبك هيبقى كويس جدا من نسبة لي دايما على الانستجرام عندي بقى وضع لعب معهم لعبة وهم بيحبوا اللعبة دي جدا عايزين تشوفوا ايه الحلقة الجاية عايز تكلم عنيني اخدار انت توبك الحلقة اوه اوه السوند ياه السوند الباركينج ياه قلتلك مش حنقطة شي من الحلقات اوه ده والله يا جماعة الباركينج ده انا وحيط ما تعافرنا معي في شغلنت كتير اي ده على ال احنا بس نسجل مفروض نسجل بسوند بروفينج انفايرونج بس نحنا ها عم نسجل اهلية محلية الستوديو تبعي مصطفى طب اللي عم يحضر هلأ الكونتنت او هيدا البودكاست عم يحضر شي مثلا هلأ يمكن تلاقي عالم اوكي عن شو عم يحكو جمهورك انت او الاشخاص اللي بتابعوك هن شو نوع مين شو تخصصهم تبقل شو نوعهم يعني كلمة مش صادقة مفهوم شو تخصصهم شو الانترست تبعهم شو هويتهم شو من الاسئلة اللي انت عم بتقول عم بتجاوب فيها عم بتلاقي ناس متخصصين يعني انا ما بعرف هاي الحلقة انا قديش رح تكون ان شاء الله اكيد رح يعني لانه انا ما حكيت هاي اول مرة بحكي امور تقنية يعني انا بالنهاية بشتغل تصوير بس عطول بستضيف هاي اول مرة كتير مبسوط انه انت معي بي بي عطول انا بستضيف انفلونسرز عندهم اكسپيرينس معينة بالحياة عامة او انه هيدا بس اول مرة بستضيف شخص تقني جمهورك او المتابعين على صفحتك على اليوتيوب عم بتلاقي انه اشخاص عادي ممكن تكون بمعنى انه انا ما بيهمني الادت قديش هو من الكونتن اذا ما بيهموا الادت بمعنى انه ما انه التخصص طبعه يعني قديش هو مستمتع اه مستمتع بالماد اللي انت عم تقدمها ولا لا هي متوجهة للاكاديميين او للاشخاص اللي بيعملوا يوتيوب او بيستعملوا الموبايل وفعلا عندهم بيفوت وبيعملوا جوجل انه كيف بنعمل هاي الترانزيشن بيلاقي مصطفى صلح شارحها والله في الاول خالص كان الموضوع ده صعب جدا بالنسبة لي ان انا عرف مين بيتفرج علي وكنت متوقع زي اي حد بيتكلم عن المونتاج ان كل اللي هتفرج علي هي الناس الانترست بمتاج او بالفيلم انا اكتشفت ان في مدرسين بيتفرجوا علي وفي مهندسين بيتفرجوا علي وفي دكاترة بيتفرجوا علي وطبعا فيلم يعني انا لو هقسمها هقول 80% او 70% فيلم و30% ناس ملهاش اي علاقة بالموضوع ولكن اكتشفت ان وده دايما كنت بقراء من الكومنتات او لما بطلع لايف لان انا بطلع لايف كتير جدا انا عندي على الانترست بتاعتي يلا انا 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 وده وده ياخدنا لطبك مهم او حيما اتعايز اتكلم معاك فيه وهو طبك الفيور بقى مصقف اللي بيتفرج بقى مصقف مش شرط يكون شغال في شغلانا مش شرط يكون بيشتغل معانا في نفس المهنة الناس من كتر الفرجة بقى صعب جدا اردقها بقى مصقف بشكل يخضك بشكل ان انت ممكن تتكلم مع مهندس معمالي تلاقيه عنده وجهة نظر قوية جدا في الفيلم ممكن تتكلم مع محاسب ممكن تتكلم انا مش قصدي حاجة او مش بيقلل من شأن حد طبعا كلهم يعني مسالتهم عظيمة جدا ولكن انا بتكلم انه هو بعيد عن الحتة فتلاقيه داخل بينقض بيعرف ينقض سينمائي يقول لك بس الله ان الدراما ده مش مظبوط بس الاعلان ده ما ما فهمتش يعني بتعمله كده لي اصلا وتجي تتكلم معاه تلاقي انه بتتكلم معك بكل اريحية رجل فاهم بس الفرق هو مش عارف يعبر هو مش عارف الكلمات التكنيكا اللي احنا بنستخدم بس وعند وجهة نظر فاكتشفت الجمهور بتاعها 30% ودي فقه مش عالية لخالص هم ملهمش علاقة اصلا بالشغلان هم بس حابين او حابين الاعلان ده او حابين الفيلم ده او حابين المسلسل ده او حابين نعرف بس ايه اللي حصل بين يعني ايه الموضوع افكروا ازاي انا عملت حلقة مرة كنت بتكلم على الفرق بين المخرج والمونتير الموضوع ده مش كل الناس عرف خالص اللي برا الشغلان حقيقي او ده طبعا انا اكتشافته منين ما انا في الاول في الااخ الجوة الشغلان فكنت متخن كل الناس يعني مش عارف المخرج بس لما بدأت احتكب بالكونتنت وبدأت احتكب الناس اكتشافت الناس كتير قوي ومش عارف المخرج بيعمل ايه طب مدير التصوير ده مين مدير التصوير ده بيمسك اه هو اللي بيمسك الكاميرا ويصور لا هو مدير التصوير ما بيعملش كده مدير التصوير مع كاميرا من هو هو بيمسك الكاميرا ويصور عندنا ضوء وعندنا حاجة كتيرة قوي فلاقيت اصلا كتيرة جدا فعملت حلقة بتتكلم بين الفرق بين المخرج والمونتير ايه الفرق بين الاتنين دول انا اكتشفت ان الحلقة دي تقريبا 80% من اللي اتفرجوا عليها برا المجال اصلا برا الاندستري تماما مش مش بيشتغل الشغلانة ومش موضوعهم الشغلانة وكمية الاسئلة والكمنتات اللي جات لي فتحت لي topics تانية ده لو هرجع معاك لموضوع topics فتحت لي topics كتيرة جدا لان انا اعمل حلقات اكتر واكتر فالمجال بتاعنا ده او المشاهدين اللي موجودين على اليوتيوب انت ما تقدرش تحكم المشاهد بتاعك جاي من اني كاتجري ولكن يمكن الحتة اللي انا اتنيزت فيها اكتر ان عشان الكنسبت بتاعي مش اكاديمي فحسيت ان انا ممكن اعمل استقطاب لتارجت سيجمنت ممكن يكون اكاديمي هو بس عجب الحاجة دي فحابب انه اتفرج عليها بس مش اكتر ولا اقل على موضوع المخرج والمنتير انتوا تسموه منتير اه انتو تسموه ايه في اللبنان مش عارف فيديو اداتر يعني بس في لبنان فيديو اداتر من general لا انه ما بعرف المصطلح العربي طبع منتار هو منتر يعني بالعربي what هي منتير من منتاج محرر فيديو هنا هي منتاج 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 الكلمة الفرنسية فرنسية بزب فمونتار مش عمر بس خلينا نقول مونتار يعني الفيديو أديتر بس بيرجع للموضوع لأنه هذا موضوع كتير مهم قديش المونتاج قدي يغير من القصة وقدي ممكن أنه يرجع حتى يقلب المعنى كامل يعني وهو عمليا هو يعني في عملية الإخراج هو التمثيل ولحظة التنفيذ بالتمثيل أو الإعلان في مخرج بس من بعده في البوست بروداكشن أو اللي هو شو بوست بروداكشن بالعربي كمان ما هي اسمها بوست ما هي اسمها بوست على فكرة أنا على اليوتيوب حلقات كتيرة جدا بعمل أنا على الحلقات بتاعتي في اليوتيوب كتير البوست بروداكشن هو عملية الأدت الأدت والمنتاج في مرحلة المنتاج والمنتاج في ومراحل كتير تكرافكس ألوان الفيديو أدت اختيارات السين الـ director cut في الـ color grading في الميوزيك في التايتلين في مئة موضوع في الـ 3D في الـ after effect مظبوط في عملية إخراج تانية عم ترجع تنحط يعني أنت عملت إخراج أول شيء تدت القصة أنه في فكرة معينة طلعت بعدين صار فيه سكريبت اذا كانت قصة او اذا كانت اعلان صار فيه storyboard او فيه creative اعلان معين بقصة ممكن بس تكون visual يعني بس عن طريق صور او عن طريق فيديو او عن طريق مشاهد وعم بتخبر القصة عن طريق المشهد بدون حكي وبيرجع خلصة هيدا التنفيذ من بعض التصوير والامور كلها بيفوت على المطبخ المطبخ هو الـ edit وهون بتقدر تغير الطبخة انت completely يعني ممكن انت تعمل محشي فراخ تطلع تعمل موضوع تاني طبخة تاني فمين المخرج هون الـ editor ولا المخرج بده يقعد مع الـ editor ولا مين بيدير الدفة هون طبعا اله العمل هو المخرج كل الكروه شغال على تنفيذ رؤية المخرج لما تكلمت في الموضوع هده حاولت ان انا شبهه شبهته بلاعب المخرج هو لعب الشوترنج مع قطعة كتيرة جدا بيتحرك بيها ده عنده option بتحرك runkting وده عنده option بيتحرك التاولة كلها وده عنده option وده عنده option المونتير هو الوزير في قطعة الشاطرانج ليه؟ لأنه هو متعدد الحاجات لما تيجي تتكلم مع المونتير تلاقيه لازم يكون فاهم في التصوير ولازم يكون فاهم في الإضاعة ولازم يكون فاهم في الصوت ولازم يكون معيها في الجرافيكس و لازم يكون أعوير بحاجات كتير جدا في الكتابة فبالتالي المونتير مهمته هو تنفيذ رؤية المخرج ولكن هو الشخص الوحيد اللي قادر يلحق المخرج لو المخرج رؤيته ما زبطتش ما جاتش مزبوطة يقدر يحل يقدر يقدمه أو الممثل لأننا ممكن مثلا ممثل كان ضعيف جدا في الكلوز اوب فأضطر أطلع لونج يعني ما قدش الكلوز اوب بتاعه أطلع في لونج عشان ما بيانش بس أنه هو كان ضعيف شوية في الحتة دي في حلول كتير جدا المونتير بيقدمها للمخرج فيقال دايما إن المونتير هو مخرج ثاني للعمل في أعمال بيبقى المخرج جاي بcomplete treatment هو المخرج جاي عارف وعايز يعمل إيه كويس قوي وعايز المونتير يبتدي ينفذ اللي هو عايز يعمله بس بإيه بشكل بفنه فده نوع وفي مخرجين تانين تانين خالص ينزل يصور زي ما صور ويعمل له عايز يعمله يبتدوا بقى يكونوا الستوري مع بعض في الباست فدي مدرسة إخراج ودي مدرسة إخراج مارتن سكورسيزي مثلا كان دايما يقول إن أنا بنزل أصور مهما أصور وفي حاجات معاينة أنا عارف أن أحلها في الباست أنا ما أفكرش فيه أنا عارف أن دي محلولة في الباست بيردمان مثلا بيردمان مش عارفت فراجتها في بيردمان ولا بيردمان كله المفروض أنه هو معمول وان تيك صح بس الحقيقة أنه هو معمول فيه ستة هيدن كات فيه هيدن كات وبعتقد هو منه كله وان تيك أصلا يعني يمكن عربة خمسة ستة تيك فيه ستة هيدن كات موجودين فيه دايما كان المخرج بتاعه لما كان بيتكلم كان بيقول أنا اللي أنقذني في الفيلم ده الأدتور بتاعي هو اللي أنقذني في الفيلم هو اللي كميلي رؤية الفيلم بتاعتي فدايما المونتير هو مخرج تاني للعمل هو قاعد كده ستاند باي أنه هو يحل أي مشكلة هتحصل المخرج ممكن يقع فيه زي ما قلت بالظبط هو وزير في قطعة شطرانج بيتحرك في اتجاهات كتيرة جدا 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 علشان ينفذ خطة لعب الشطرانج اللي هو المخرج شفت الحكمة بس كمين قد بزدته بلاوي على المونتير أنا مش عايز أتكلم في المونتير عشان ناكل عيش الحمد لله رب العالمين أنه مثلا خلاص هنحلها بالبوست هيته الكلمة يعني على طول والله العظيم يا حجمت أنا اشتغلت بروجيكت لمدة ستة شهور الستة شهور كانوا كلهم هيتحلوا في البوز وحيات رب العباء والله يعني مفيش حاجة جيلة بالتصوير محلولة جاهز طب نحلها ممكن يعني حلوها بالتصوير ويتوها النفذ احنا اه بالظبط والله العظيم ستة شهور day and night I'm working احنا بس بنحل بنحل المشاكل طب بدي أرجع على البوينت حلوي لأنه الone take يعني أو اللقطة المستمرة لوقت طويل لأنه حلوي بقول ليه بيعملوا ولأنها مكلفة جدا يعني مثلا لياخدوا one take بموفي one take عم نحكي عن مدة ممكن تكون خمس دقايق عشر دقايق take طبعا بالموفي لما تحضر الموفي مدة عشر دقايق بيكون فيه ممكن ألف take بالطريقة العادية طب لما كاميرا واحدة عم تمشي مدة عشر دقايق وما بعرف قد يمكن أكتر طبعا فيه أكتر بكتير فالموضوع بده rehearse بسموه طبعا يعني بدك أنت تعيد المشهد بروفا بروفا يا جماعة بروفا بدك تعمل بروفا وتكون عارف الخطوات وفيه timing معين يعني ماشي على timing مزيد والsynchronize بسموه يعني عملية تناسق الأشخاص مع بعضها بالتوقيت عملية صعبة جدا جدا وبتكلف وإذا غلطت بأي مرحلة من المراحل طب بازي بدك ترجع من الأول وأنت تخيل المشهد لما يكون فيه انفجارات مثلا بالفيلم أو يكون فيه أشياء مكلفة معين يعني أنت مثلا هديت عمارة مثلا فالموضوع صعب طب ليش بيروحوا بهذا الاتجاه دي صعبة عارف طب أنا هسألك أنت سؤالتين أنت ليه بتروح للبلاكان واحد نحن على طول من نستمد أي مشاعر بالأفلام من النوستلجي طبع الذكريات اللي نحن عنا إياها وأي ألوان منشوفها إذا كانت لو نبعتبر الأسود الأبيض هو ألوان هو لون معين والألوان فيها touch معينة نحن منتذكرها لما منشوف مثلا نحن من نوز والغرين اللي هو بتلاقي نوز نحن عارف بالعربي شو بس برغل نوز نوز أو الألوان اللي ميلي على الصفار أو الألوان اللي ميلي على عاطي tint معين في إلى history هاي دي الألوان هاي الهيستوري تبعها هي جاي من السينما من المجلات من الطباعة من البوسترز من الأفلام القديمة من المونشت بتسموها أنتوا المونشت يعني في إلى source معين تشبعنا فيه بدون ما نحن نعرف يعني نكون شايفينه فمجرد ما تختار طبخة معينة لللون إذا كانت أسود أو بيض أو ملون إلى history مشين هيك أنت لازم تختار اللون عن قصد يعني تكون أنت فعلا بدك توصل message على حقبة معينة من التاريخ فإذا كانت هاي الحقبة كانت مثلا بالblack and white ممكن تعطيها بالblack and white هلأ في modern black and white مش معناتها أنه black and white يعني كل شيء قديم بس لازم يعطيك إحساس معين هاي دي نقطة جانب معين للblack and white طبعا البلاك and white مميز أكتر من الطبخة اللون نفسه لأنه اللون ممكن يدلك على قيرة أكتر على حقبة يعني معينة أكتر بس البلاك and white كمان بيعطيك بعد آخر للصورة اللي هو أنت لما تلغي الألوان بشكل عام عم بتشوف واحد عم بتشوف الموضوع بطريقة بدون ديستراكشن يعني بدون ما عم ما عم بتتأثر بالألوان يعني عم بتشوف الموضوع و وعم بتشوف الكونترست والزلال وقديش ممكن يعني يعطوك يعني جيومتري عم بتشوف أكتر يعني الأشكال الهندسية أكتر عم توضح بالنسبة لأنه أنت عم تلغي كل شيء اسمه ألوان ف بيركز أكتر على السبجكت يعني أنت لما عندك صورة black and white لازم تكون معبرة إذا ما كانت معبرة بتطلع يعني ناقصة وسؤال تاني قبل ما نطلع عن النقطة دي هل black and white فكرة الـ shadows والـ edges كل ما أنت بتكترها في ضقتك بتحلي صورة black and white مش ضروري بس مش ضروري بس قبل يعني من فترة معينة كانت technicalities يعني كانت فيها شوية مثل واحد عم بيبرز عضلاته مثلا يعني كل ما نزيد shadows وlights وهالأمور هايدي لأنه كان هيدا الموضوع بحد زيته صعب يعني بفترة معينة كان لما أنت بتضول الـ subject تبعك بكل ما تزيد إضاءة كلمة الموضوع مبهر هلأ لأ العكس يعني إذا بتسألني نفس السؤال هيدا من 15 سنة بقل لك طبعا والإضاءة ولازم تضول background والـ foreground والـ key light وتعمل effects وهالأصص هلأ لأ less is more يعني هلأ الموضوع مبطل موضوع technicalities أكيد بضل فيك تستعمل فن بالإضاءة وكمان ممكن يخدك على لأن الإضاءة كمان ممكن ترجعك أنه آه هيدا الفيلم تصور أو هيدا الإعلان عم يعطي على vintage أو عم يعطي على 80s أو 90s بس بالوقت الحاضر لا مش كتير مطلوب بتلقابل حلو طيب أنت قلت لي كل الإجابة دي بس ما قلت ليش حاجة أنت بقى بتحب الـ black and white أو لا أكيد طبعا طبعا يعني أنت كأورتست بتحب الـ black and white جدا في مخرجين كتيرة جدا 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 بتحب الـ one row بتحب الـ one camera roll بتحب الـ one camera roll مهما كان متعب مهما كان معاناة بالنسبة له هو بيحس ما قدرش أقول يعني أنا ما قدرش أتكلم ما قدرش أقول ليه حكمة بيحب الـ black and white ما قدرش وما قدرش أقول ليه المخرج ده ليه بيحب الـ one take بس أنا بحس فيها المخرج بيوري قوته قدراته أو قوته بس بزبط الموضوع في إخراج المجميع يعني مثلا نيوسف شاهين مثلا كان واحد من أعظم الناس اللي كانت في تاريخ الوطن العربي بسبب إخراج المجميع الرجل ده كان مش طبيعي كان كان حاجة كده يعني الله يرحمه حاجة عظيمة بمعنى الكلمة من نفس الوقت أنا بحس إن المخرجين هما بيستخدمهم موضوعاتها just to show what they can do أنا بحس ده الله أعلم الله أعلم كلامي صح أو غلط ولكن دي حاجة على فكرة ما تقللش منهم جدا أنا فيه أوقات كتيرة جدا فيه project بحيب أشوف how much I'm strong editor بجد يعني أقدر أعمليه بذلك لما بقول ده لعب sound design أو لعب transitions أو 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 وطبعا تبقى الحاجة في مكانها أو الحاجة خدمة للموضوع بحيب أشوف ده فبحاس إن فيه مخرجين هلأ هو فيه هيدا الناحية إنه عم بيفرج قدراته قديش ماسك السات بشكل عام وقديه فيه budget لأنه هيدا ممكن تعمل three times the budget بس فيه كمان نقطة تانية الone take فيه نت في صغير reality أكتر من الأزوات بضبط إنت لما بتفوت بone take body language والكاميرا movement مش عمين عمل لأدت يعني ماشي بأخطاء بقبل الأمور تبعه في مشهد نسيت اسم الموفي بس I think أنت بتعرفوا اللي أخدوا فيه one take هو مشهد حرب 1917 I think so أول هنا اتنين بس في مشهد بيكون المصور ماشي وعم بيصور بيفوت على قلب بوسطة فيها وطبعا حرب وبيطلع من البوسطة بيفوت من محل لمحل وطبعا شغالين ضرب نار كما بتقولوا أنتو مواصي وفي after effect طبعا لما ضربوا نار بيطير دم بيطرتش دم بيجي على الكاميرا بيجي على اللنس أوكي المخرج بيقوله كات الكاميرامان والدي او بي ما بيعمل كات بيكمل وشافوا يعني شافوا طبعا مش دم هو حبر يعني فإجا على اللنس وغطى اللنس وإذا بتعملوا جوجل موجودة بالجوجل غطى على اللنس يعني هاي شغلة انه غلط يعني صار الكاميرا صار عليها لون أحمر وبس الدي او بي يعني الديركتور الفوتوغرافي ما رد على المخرج وضلوا مكملين وخلصوا المشهد للآخر عم تحكي انت عن كذا مليون دولار لما يكملوا يعني يعني عم يطلع انفجارات وعم يطلع عم بكأفها كمل أخد ريسك على حاله وآخر شي المخرج طلع فيها قال له المبسوط منك انك ما وقفت لأنه فعلا الحبر اللي اجعل اللنس عطار رياليتي مدي موضوع مدي موضوع انه انت قوصت الشخص وطار الدم واجعل اللنس صحيح كل المشهد من بعد هاي دي اللحظة كله فيه فلير يعني فيه نقطة حمرة على اللنس على الكاميرا فمديها رياليتي في محسسة المشاهدة انه هو جوه الفايت بالضبط وانه انت معاهم في الموضوع بالضبط بالضبط فالموضوع الوان تيك هو يعني طبعا لما ايا تيجي عند ايا منتج تقوله ودي اعمل وانتيك بيلك انسى الموضوع والله بص لأ انا شايف ان خدت تطور يعني مثلا انا دخلت في فيلم سبايدر مان الاخير نواي هوم في اول ربع ساعة فيه مشهد لمدة تقريبا كنديتين او تلاتة وانتيك وانتيك بسبايدر مان معمول وبيفتح مش عايف الشباك اللي بيحصل تلاقيه طيارة هليكوبتر بيقفل بيجري اهل وقفين بيتخضوا مشهد كده كان فايت وروب من الشرطة مش عايز احراره عشان لما تفرج يعني عالف فيلم بس مشهد تعمل وانتيك فبحث دايما هو طبعا يعني طبعا لما نجي نتكلم في وصول الاخراج فكرة الوانتيك دايما فكرتها تعيش مع اللي بيحصل وشايف اللي بيحصل في الوانتيك بس برضو بشوف ان هي يعني مش اي مخرج يقدر ينفذ الحتة دي خالص يعني بس مظبوط كم من مينت 47 ما شاء الله عايزين عايزين نجيب حتة بيعة بقى يلا فوت انا بديك تحكي الكونت اللي بيعة لا احنا كل ده طبعا لا يا مصطفى انا ما بعمل ادت والله العظيم رجع على الماكروفون انا ما بعمل ادت فكمل كمل طبيعي انا ما بعمل ادت يا شو الحتة البيعة اللي يا الحتة البيعة الحتة البيعة هي دايما معك 15 دي اوكي هحاول وفكر اوكي هحاول بفكر ميش عمق اكتر من كده بكتير يمكن الحتة اللي انا حابب ان اقولها وحابب ان اقولها تجد من خلال منصتك انت حاكمت التردد التردد الناس بتتردد انها تدخل لبحر اليوتيوب او عالم اليوتيوب ودايما بيستنى انه يجيب ضاقة جميلة زي اللي انت جايب له النا دي وانه يجيب كاميرا واو زي اللي انا بتصور بها دلوقتي ومايك انا عايز اقول مايك ده ما عايز ومايك محترم زي اللي انا قاعد في ده وناسي ان اهم حاجة هو الكونتن نفسه هو انت هتقول ايه قدام الكاميرا او اللي قاعد بيتفرج عليك ده هيستفيد منك ازاي فدايما الكونتن المبتدئين او اللي عايزين يدخلوا في بحر هو دايما واقف مستني الامكانيات علشان يبتدي الكونتن بتاعه واده شيء غلط واده شيء غلط تماما انت انا ممكن اجيب لك احسن كاميرا في العالم واحسن واحدة تقضي في العالم واده اخذ ده الكاميرا هتقول ايه هتتكلم ايه قدام الكاميرا الفكرة كلها هتفضل دايما في في الحلقة في الفكرة في الطريقة التقديم في المعلومة نفسها انت بتقدمها ازاي ابتدي باللي معاك شغل الكاميرا بتاعت الموبايل بتاعك ووقف اتكلم قول الحاجة اللي انت عايز تقولها وطلعها للناس وخلينا نشوف رأي الناس ايه وخلينا نشوف رأي الناس تتكلم ازاي او هيفيدك ازاي او هياخدك ازاي ازاي فدايما هي موجودة فقط في دماغهم فحابب ان انا اقول لاي حد ان هو عايز يبتدي يعمل كونتنت ابدأ دلوقتي حالا بلا معاك افتح الكاميرا وصور خدني مصطفى هذا موضوع كتير مهم خدني step by step بموضوع يعني لما نقول كونتنت خلينا هلأ نحدد هيك شو هو كونتنت خلينا نحكي عن خلينا نحكي عن خلينا نحكي عن أشياء بسيطة شوية عارفت كيف العالم حاب تعمل او make up tutorials اللي بحب يعملوا make up tutorials اشياء مثلا vlogging بدوا يطلعوا ويعمل vlog معين بدوا يفتح صفحة يوتيوب بدوا يعمل تشات هو واصحابه او يمكن ولد صغير حابب يعمل عم يتسمى علينا وحابب يمكن يلعبوا ويحكوا عنه وقدي هذا الموضوع مهم وكيف نبتدي بالموضوع او ايان كان ايه نوع الكنتونت اللي انت هتقدمه وايان كان ايه الحاجة اللي هتقدمه خلينا نكون متفقين ان في الاول وفي الااخر لازم يكون في معلومة من الحاجة اللي انت بتعملها ايه المعلومة هتديني make up tutorial هتعمل لي هتواريني make up tutorial او فالموضوع كله بيتوقف على تصوير كويس بالموبايل مش لازم خلص على اضاءة متواضعة تماما على بداية في الحاجة اللي انت بتعملها وريني الفاينر الريزلت ويمشي معاها step by step بسط الامور على نفسك ورقة او قلم هتكتب ال step اللي انت عايزها وعايز تعمل ايه قدام الكاميرا وهتروع جاي حطت الكاميرا بتاعتك وهتروع كاي بادئ ان انت تتصور الحاجة اللي انت بتعملها لما نيجي نفتح انا وانت لتكتوب دلوقتي بص في كام مليون content creators على مستوى العالم بيعملوا حاجات من القوضة بتاعتهم انت نفسك كحكمة وابي المعروف ممكن توقف تتفرج على واحد عمل حاجة بموبايل متواضعة جدا وبسيط وحقيقة هتخذ منه معلومة فعلا ولا انت نفسك كحكمة وابي مش هتقول اه بصوا مصور الاضاءة عاملة زي انت مش هتقول كده موضوع مش تقني متل ما عم تقول موضوع مش احلاق التقنية تمام التقنية دي بحسها دايما ايه شياكة يعني اضافة بزبط هو موضوع اضافة تقدر تبعد فاكر اول مرة عملت فيها حلقة مش تطوري لما كلمتك وكلمتك عن الاضاءة وكلمتك عن الست وكلمتك عن حاجة كتير جدا انت نفسك قلتلي كلمة مهمة اول وكلمة حلوة جدا وفرقت معي كتير قلتلي مصطفى انت مش محتاج اكتر من اللي بيحصل ده قلتلي صدقني انت ده حاجات كتيرة جدا الكلام مهذب عارف بتتكلم بتقول كل الحاجات دي انت نفسك اللي قلتلي فبالتالي ال content creator اصلا وده طلع بقى مش كلامي انا ولا كلام اي حد طلع كلام حتى content creators جايين من يوتيوب اصلا كلام كبار جدا كلام عظيم جدا مش شرط يوتيوب بس content creators كبار جدا وكل حاجات دي كلها ناس كتيرة جدا عندها ملايين content عليه انت اخر همك تتفرج عليه هو مصور بايه مش فارق معاك انت هتقول ايه المعلومة اللي انت تدهي دايما الحتة labs اللي content creators بيقع فيها او بيحس ان هم مطلغبطين طول الوقت او خايف انا خايف انت ما تخافش انت مفروض انت جاستن انت تستار follow up مع اللي بيتفرج عليك شوف الراجل اللي بيتفرج عليك ده كان ايه رأيوه قال لك ايه قال لك اول انت بتعمله ده كويس كمل قال لك لا بص مش عاجبني قال لك فكرة قال لك بص اتكلم بالاسلوب ده قال لك ايه تابع التابع الحاجة من الحاجات المهمة جدا اللي لم كنتش عارفها وعرفتها بسبب مش tutorial انت ممكن يكون عندك كمية معلومات انت نفسك مش حسس ان هي مهمة لأي حد معلومة مش هتفرق في حاجة بس منجرد انت تقول لها قدام واحد تلاقي او مي جاد اي ني شوف انت عندك كم معلومة معلومة دي بعيد عنك بس بحادثة موبايلك وانت تدي له فيديو تعمله بس على اليوتيوب مش اكتر ولا اقل ف ده رائي في موضوع ال هاي نقطة حلوة نختم فيها انه انت ما بتعرف قديش انت حلو او قديش انت عندك مادة معينة غيرك شايفة من غير انجل وهي طبعا الكلام عموجهه للاشخاص اللي حابين يعملوا كونتنت او يطلعوا على يوتيوب او يعملوا ستوري او اي نوع من كلمة ستوري مش معنات بس هاي الموبايل ستوري يعني قصة وهلأ الموضوع خصوصا يعني اللي عم يسمعنا عم يخدم اثنين تقنيين يعني الموحد بقول لك خلي التقنيات وشو عم توصل المسج هيدا الاساس الطريقة خوض الطريقة اللي بدك ايها ما في مشكلة ومثل ما قلت انه الجمهور او الاشخاص اللي عم يشوفوك انت ما بتعرف اديه هن محتاجين ومتعطشين لهيدا النوع من الكونتنت لانه انت ممكن مش مقدر لانه موجود عندك وحتلاقي وجهة نظر مختلفة وحتلاقي ناس حتحب وناس مش حتحب وانت بس الكمية الاكبر هن اللي رح يحبوا هيدا الشي مصطفى صلاح thank you so much thank you انا كتير مبسط فيك that's really my pleasure وشوي كنت انا شوي متردد انه اطلع موضوع تقني بليز حابب العالم تقلي بالكومنت اذا حابين نكمل بهالسيريز ان نستضيف مخرجين مصورين ميكب الانفلونسيرز وحابين الممثلين بمعنى اللي هن in front of the camera نحن هون backstage ورا الكاميرا بالظبط وممكن تلاقي جمهور بتاعك يحب البوف بالظبط ممكن ممكن تلاقي حب حلقة كده وحلقة كده let's see خلينا نشوف good luck باليوتيوب تابعك ورافو مصطفى انا كتير بخور فيه شكرا جدا شكرا يا حبيبي شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة